السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من مرنامج مقاصد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ويقول سبحانه في موضع آخر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً إذا ما كان الأمر الرباني واضحاً في الجهاد وإذا ما اعتبرته السنة النبوية ذر وتسنام الإسلام فما المقصود بالجهاد وما مفهومه كيف تحرك هذا المفهوم على ألسنة العلماء وفي أفكار المفكرين على مر الزمن وهل خضع مفهوم الجهاد للتطور وما المقاصد التي سعت الشريعة إلى تحقيقها من وراء الجهاد هذه الأسئلة وغيرها أطرحها في حلقة اليوم على ضيفية الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إيرتريا أهلاً وسهلاً بكم دكتور حسن أهلاً وسهلاً ومرحباً بالمشاهدين حياكم الله دكتور حينما يرد مصطلح الجهاد في الوحي سواء كان في القرآن الكريم أم في السنة النبوية حينما يرد مطلقاً ما المفهوم؟ ما دلالة هذا المصطلح؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أي مصطلح أو أي مفردة عندما ترد في القرآن الكريم أولاً ابتداء يتعامل الناس معها على أنها مفردة عربية ويتم النظر إليها من خلال السياق العربي ثم ينظر إلى الاستخدام أو الاستعمال القرآني كيف تم تقريباً التعامل القرآني مع المفردة ثم بعد ذلك تأتي إلى قضية التعامل الميداني اللي هو البيان النبوي كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه تدخل في قضية تحديد المصطلح وتحديد المفهوم على وجه التحديد ولو نظرنا على وجه التحديد الآن مصطلح الجهاد مثلاً هذا المصطلح الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم سنلاحظ بأن النظر إليه قرآنياً ستجد أنه مختلف إلى حد ما عنه فقهياً بمعنى أن الفقهاء وهم يتحدثون عن التعريف الإصطلاح مثلاً للجهاد تجد أنهم أخذوا ما يليهم أخذوا الجانب العملي باعتبار أن الفقه يتعامل مع الأحكام العملية ولا يتعامل مع الأحكام الأخرى مثلاً مثلاً الأحكام الاعتقادية وغيرها أو الأحكام السلوكية التي يدرسها علماء السلوك وعلماء التصوف فنلاحظ مثلاً علماء الفقه لما يعرفون الجهاد يتعاملون معه على أنه القتال وهي صحيحة لكن لا تؤدي المعنى القرآن بمعنى أن المصطلح ستجده في القرآن والسنة أوسع مما هو عليه في تعامل الفقه فمثلاً القرآن الكريم وردت فيه مفردة الجهاد على مستوى الفعل جاهدوا يجاهدون تجاهدون وعلى مستوى الصيغة الإسمية جهاد ورد 47 مرة أو 41 مرة تقريباً في الحالتين في الفعلية ورد أكثر 27 مرة مثلاً وفي الإسمية ورد 14 مرة لكن كل الأمرين سواء ورد في الصيغة الإسمية أو في الصيغة الفعلية نلاحظ بأن هناك ثلاث معاني يتضمنها مصطلح أو اسم الجهاد وقبلها أحب أن أؤكد بأن مسمى الجهاد ومصطلح الجهاد يكاد يكون مصطلح إسلامي صرف حتى تكاد لا تجده مثلاً في المفردات التي استخدمها الشعراء مثلاً في الواقع العربي قبل الإسلام وبالتالي هذا المصطلح عندما نقول بأنه مصطلح إسلامي القرآني بمعنى أن هناك الإعجاز أيضاً داخل في المفردة يعني لا تكاد تقوم مقام لفظة الجهاد أي لفظة أخرى فالذين يعبرون عن الجهاد بأنه حرب مقدسة لا يعبرون عن حقيقة الجهاد والذين يعرفون الجهاد بأنه القتال أيضاً لا يعبرون عن حقيقة مصطلح لأن القرآن كما سنتكلم إن شاء الله عبر مصطلح الجهاد وعبر مصطلح القتال وعبر مصطلح الحرب وعبر بمصطلح الغزو كل هذه مصطلحات واردة وربما الذين يقولون بأنه لا ترادف بين هذه المعاني قد يكون هو المذهب الذي إن شاء الله نميل إليه فمصطلح الجهاد هو من أوسع وأدق المصطلحات الواردة في التعبير عن هذه النقاط إن شاء الله الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم تحديداً فنلاحظ بأنه اجتمل على ثلاث معاني في الصيق التي ذكرناها في الآيات القرآنية النوع الأول الذي يدخل في المفهوم هو الجهاد بالقول أو جهاد الحجة وجهاد البيان وهذا ما قرأته في قول الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهاداً جهاداً كبيراً فهنا الجهاد مباشرةً ينصرف إلى أنه جهاد الحجة وجهاد البيان باعتبار أن القرآن هو أعظم ما أنزل من الله سبحانه وتعالى لمجاهدة الطرف الآخر والانتصار عليه على مستوى الحجة والبيان إذن نلاحظ مصطلح الجهاد استخدم هنا وهو الجهاد ربما جهاداً كبيراً أطلقت في القرآن على جهاد الحجة والبيان وجاهدهم به جهاداً كبيراً ثم النوع الثاني أو ما يدخل في المفهوم ويندري فيه اللي هو استخدام القوة والمجاهد بكل الأدوات التي يمكن أن نسميها أدوات القوة آيات الجهاد التي تكون فيها جاهدوا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله معظمها تنصرف إلى هذا النوع وهنا مصطلح الجهاد يتطابق مع مصطلح القتال إذا أضيف إليه في سبيل الله يعني القتال إذا أضيف إليه في سبيل الله ينطبق مع مصطلح الجهاد النوع الثالث وهذا طبعاً كثير يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إلى غير ذلك على كل ما يدخل في الجهاد القولي في النوع الأول لكن في النوع الثالث معظم آيات الجهاد التي تتحدث عن مقاتلة الكافرين يندري في النوع الثالث وهو استخدام القوة في المصطلح النوع الثالث هو المجاهد فيما يتعلق بالأعمال الصالحة عموماً مجاهدة النفس مجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هذه المفردات هنا وخاصة لفظة الجهادة التي ترث السياق المكي تجدها منصرفة إلى هذا النوع اللي هي المجاهدة المتعلقة بالنفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الهوى ومجاهدة كل ما يتعلق بالشبهات والشهوات إذن نحن أمان ثلاث مصطلحات يشتمل عليها مسمى الجهاد وكلها مع بعض تؤدي بنا إلى الجهاد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وجاهدوا في الله حق جهاده فالذي يجاهدوا في الله حق جهاده هو ما اجتمل على هذه الثلاث اجتمل على جهاد القول حجة والبيان واجتمل على جهاد القوة الذي يكون فيه المقاتلة والجهاد الثالث اللي هو جهاد النفس والذي اجتمل على هؤلاء الثلاث سستطيع أن نقول بأنه أتى بأبواب الجهاد العظيمة وجاهد في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرق انطلقا مما تفضلت به دكتور حسن وفي سياق تحرير مفهوم أكثر مفهوم الجهاد هل الجهاد هو الذي يخاطب به عادة الجماعة المسلمة أم الأفراد المسلمون أم كلاهما أم أحداهما مصطلح الجهاد يخاطب به الكل يخاطب به الفرد ويخاطب به الجماعة بهذا التعريف والتحليل الذي حللناه فيما يتعلق بالمفردة فكل مثلا شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله مثلا يقول جنس الجهاد جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم جنس الجهاد بمعنى الجنس الذي يدخل فيه مجاهدة النفس ويدخل فيه قضايا العمل الصالح هذه لا يستثنى منها أحد نوع الجهاد الخاص من الجنس هذا اللواء مقاتلة الكافرين هنا يمكن أن نقول بأنه قد يدخل فيها الجماعة وتدخل فيها أيضا يدخل فيها الأفراد وهنا نلاحظ أن جنس الجهاد مجاهدة بهذا العموم أي مسلم مكلف أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هواه ويجاهد الكافرين ويجاهد المنافقين من حيث الجنس هذا مخاطب به الأفراد ومخاطب به الجماعات ومخاطب به الدول هل هذه هي درجات الجهاد ومراتبه التي تحدثت عنها المستويات ثلاثة جهاد النفس بالقول وبالقوة وجهاد النفس هل يمكن إدخلها تحت مراتب الجهاد أو درجات الجهاد؟ ممكن تدخل في مراتب الجهاد الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب والجهاد باللسان والجهاد بالأموال على كل إن هي المراتب نفسها وبعد ذلك ستجد أن المراتب نفسها تقسم كل مرتبة مثلا جهاد النفس ستجد فيها أقصام ولذلك العلامة بن القيم مثلا وهو يتكلم في زاد المرات أوصلها إلى 13 مرتبة باعتبار أن كل مرتبة من هذه المراتب لها أيضا درجات ومقامات نعم هو أوصلها إلى 14 مرتبة لكن الدكتور من فضلك يعني بناء على مراتب الجهاد وما تفضلت بذكره المستويات الثلاثة كيف للمسلم يعني أن يفهم أولويات الجهاد بحسب الزمان والمكان كيف يمكن له أن يفهم هذه الأولويات هو حقيقة قضية الأولويات تحتاج إلى نوع من العلم وربما الدقيق فيما يتعلق بالمقاصد والوسائل من جانب وفيما يتعلق بمنهج الرسالة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في السير إلى تمكن الدين فمثلا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منهج في التعامل في ظل المجتمعات المستضعفة المسلم عندما يكون مستضعفا في بلد من البدان وليس له تمكين وله منهج آخر مثلا في دولة فيها نوع من الحريات وفيها نوع من الإتاحة للفرص في أن يبلق الإنسان دعوة الله وأن يعيش أيضا في نفسه بشكل طبيعي آمن هذا أيضا تعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة من الضر نوع ثالث مثلا اللي هو يكون فيها المسلم ممكن إلى حد ما ويستطيع أن يدخل في مصاولة الكافرين ويرد عدوانهم هذا مستوى نوع رابع يكون وصل إلى مستوى من التمكين فوق مستوى رد العدوان وهو مستوى أرقى كثير وهو يدخل معنا إلى أن يدخل في محطات اللي هي ما يتعلق بتحرير البشر وهدم كافة أصنام الياهلية وما يتعلق بالعوائق التي تحول دون الدعوة هذا مستوى فكيف يستطيع المسلم أن يحرر المستوى أين هو فمثلا المسلم الذي هو يعيش في بلد مستضعفي مخاطب بقوله تبارك وتعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وليست منسوخة للعلم هذه الآيات الذين نرجحوا مذهب الشيخ الإسلام التيم الذي يقول بأن آيات الجهاد وقضايا الصبر ليس بينها نسخ ناسخ ومنسوخ ولكنها أحوال فمن كان في حالة استضعاف وليس ممكنا مخاطب بقول الله تبارك وتعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ومن كان في حالة ممكن نسبيا ولكنه ليس له القدرة في أن يقاتل المشركين كافة والكفار كافة مخاطب مثلا بأنه والله يحمي بيضة الإسلام في المكان الذي هو فيه وهنا من ساحة قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا فهذه مستوى فكيف تستطيع على كل أن تحرر مقامك مقامك حيث القدرة والضعف وهذا العلم حقيقي كبير جدا هو علم المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هذا المنهاج تلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده عليه الصلاة والسلام ممكن أمامنا سيكون في ثماني مجتمعات أو سبع مجتمعات تقريبا لكل حالة من هذه المجتمعات حكم من الأحكام الشرعية وليست كلها ستدخل عليها بمفهوم الجهاد بالمعنى القتالي في نوع من المجتمعات تدخل معهم بالكلمة واللسان وفي نوع من المجتمعات تدخل معهم بأن تكف الأزعى وتلتزم في نفسك بالصبر وأن تحافظ على وجودك وفي نوع من المستويات أنك تدخل في محطة القتال والمدافعة على مستوى النطاق الذي أنت فيه وهكذا على كلنا المجتمعات التي تحدد نوع أن يكون الإنسان يباشر القتال عمليا ويباشر الجهاد بمعنى القتال أم أنه لا يباشر نوع آخر من الجهاد وفي كل الأحوال على المسلم أن يدرك أنه ما دام يحمل نفسه على أمر الله ويحمل نفسه على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفق اللحظة التي هو فيها ويلتزم بأمر الله فيها فهو في جهاد هذه تقريباً القلاصة التي ممكن نقولها في هذا الجهاد نعم لكن في كل مراتب الجهاد ودرجاته هل ينبغي للمسلم أن يحمل صفات معينة أو يتحل بخصائص معينة قبل أن يجاهد قبل أن يشرع في الجهاد أو حتى على الأقل أن يكون مؤهلاً للجهاد في كل مراتب الجهاد ودرجاته هي يعني تقريباً أول مرتبة التي لا يمكن أن نتحدث عن ما قبلها تراتبياً هي مرتبة جهاد النفس وهنا سنأتي إلى الخصائص التي يتطلبها كل شخص يريد أن يدخل إلى محطة الجهاد بكل مراتبه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار وجهاد أهل المنكرات والبدع إلى غير ذلك لا يمكن أن يدخل إلى كل ذلك إلا بأن يحمل نفساً مجاهدة إلا أن يحمل نفساً مجاهدة ونفس المجاهدة يمكن أن نلخصها بشكل مبسط في هي تلك النفس التي عرفت الحق وعملت به ودعت إليه وصبرت على الأذى فيه كما رتبها العلام من القيم في كتاب الزال أن جهاد النفس يتضمن العلم بالحق يعني الإنسان لا يمكن أن يكون مجاهداً أول خطوة يخطوها أنه يكون عالم بما أمر الله به فإن هذا من أعظم أنواع الجهاد في أن يتعلم الإنسان ما جاء عن الله تبارك وتعالى فإنه أن حرم ذلك فقد حرم خيراً كثيراً ثم يعمل بما علم ثم يدعو إلى ما علم وعمل به ثم يصبر بعد ذلك عن الأذى الذي يواجهه سواء في ساحة الدعوة أو في ساحة الجهاد نعم حقيقة نريد أن نبحث وهو موضوع مهم ومحور مهم من محاور الحلقة عن المقاصد والغاية التي شرع من أجلها الجهاد لو أذنت لي ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل بعد الفاصل نبحث في هذا الأمر من فضلك يا دكتور نوصل هذا الحديث بعد فاصلين قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجهاد كثيرا ما يسأل من غير أن يحسم ربما الأمر في هذا الموضوع هل هو الجهاد غاية في ذاته أم أنه وسيلة لتحقيق غاية ما أول حتى أيضا تتضح وتكتمل الصورة يعني أقول بالنسبة للمقاصد والوسائل أو الغايات والوسائل الغايات غالبا هي التي طالب الشارع بها على وجه يريدها لذاتها والوسائل هي تلك الوسائط أو الطرائق التي نصل بها إلى ما أراده الله لنا من مصالح دنيوي وأخروي هذه لها أحكام وهذه لا أحكام لكن يفيد التقسيم فيما يتعلق بالتراتو فيما يتعلق بالفقه العمل الميداني فيما يتعلق بالتقديم والتأخير إلى غير ذلك فما أراده الله لذاته لا يتقدم عليه شيء وما طلب طلب المقاصد والغايات ليس كما طلب طلب الطرائق فهذا مطلوب لذاته ولا يسقط بأي حال من الأحوال وهذا مطلوب لتحقيق المقاصد فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار يكاد الفقهاء يتفقون على أنه من باب مطلوب الوسائل لا مطلوب المقاصد والسبب في ذلك أن الجهاد طلب لمقاصد كلية مطلوبة إن شاء الله سنتحدث عنه وليس طلب لذاته فالقتل ليس مرادا لذاته ولا أيضا إذاق إتعاب النفس ومجاهدتها ليس مطلوبا لذاته والمشاقة التي تحصل من الأحكام ليس مطلوبة لذاتها فهناك كثير من المشاقة التي تنجم نتيجة الجهاد بمسمياته المختلفة يعني سواء كان جهاد النفس جهاد فيه مشقة وفي أحكام وفي طرائق طالبت بها الشريعة لتصل بنا إلى المقصود مثلا لما تكون هناك مجموعة أشياء متعلقة بجهاد النفس فإن المطلوب الأسمى هو كيف تسكو هذه النفس وتسمو لترتقي وتسعد عند الله سبحانه وتعالى فبهذا الاعتبار الجهاد يكاد الفقهاء يجمعون على أنه مطلوب طلب الوسائل لا طلب المقاصد وهذا يقولنا لسؤالك دكتور عن المقاصد الكلية التي جاء الجهاد أو شرع الجهاد من أجل تحقيقها ثم تخلاف بين كبار فقهاء الأم الإسلامية في هذا الجانب مثلا الإمام الشافعي يقول أن علة الجهاد هي الشرك بينما ذهب الجمهور من الفقهاء مثل الإمام مالك وغيره إلى أن الهجوم أو الاعتداء على الدولة الإسلامية هي علة والغاية من الجهاد يعني كيف وقع الخلاف بين فقهاء وما زاوية النظر إلى هذا الموضوع هو للتدقيق فقط يعني يبدو أنا أميل عموما إلى التفريق ما بين العلة والمقصد نعم فربما يختلفون في العلة ولكنهم ستجد أنهم يتفقون في المقاصد هنا هذا المريح يعني في الموضوع علة الجهاد وعلة يعني دعني هنا علة القتال لأنهم أصدر في الجهاد بالمعنى الواسط دخلنا إلى الجهاد القتالي نعم أيها دخلنا إلى الجهاد القتالي فنلاحظ بأن مثلا الشافعي ذهب إلى أن العلة هي الكفر وغيره ذهب إلى أن لا ليست الكفر بدليل أن هناك مجموعة من الأحكام الشرعية تستثني كفار ولا تطالبنا أيضا بإبادة الكافرين من الوجود ولكن تطلبنا بأن يكون الدين ظاهرا على الكل مسلمهم وغير مسلمهم ولم تطالبنا بأن يباد كل كافر يذهب على وجه لا أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فالمطلوب ظهور الحق وغلبت دولة الحق ولكن ليس المطلوب الإبادة الجماعية فهناك استثناء مثلا للنساء والأطفال والعجزة والرهبان والعبادة الذين في مقعهم والفلاحين الذين في مزارعهم ولم يأمر الله تبارك وتعالي الله بمقاتلة من يقاتلنا فدل ذلك على أن العلة ليست هي الكفر ولكن العلة هي الصد عن سبيل الله الاعتداء إلى غير ذلك من هذا هو الصحيح الذي نميل إليه وربما هو رأي الجمهور في أن العلة هي مسألة الصد عن سبيل الله العدوان على المسلمين إلى غير ذلك أي مقاصد سعى الجهاد إلى تحقيقها دكتور؟ هو حقيقة الجهاد جاء لتحقيق المقاصد الكلية للشريعة اعتداءا جاء إلى تحقيق المقاصد الكلية للشريعة وأميل إلى أن المقاصد الكلية يمكن أن نلخصها نظرا لكتاب الله تبارك وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقصدين سامية أو ثنائيات يعني هي يمكن كل إنسان أن يعبر فيها مقصد الهداية ومقصد الولاية أعظم مقصدين مثلاً للشريعة أن يهدد الناس وأن تقوم لهم ولاية مقصد التوحيد مثلاً ومقصد العمران مقصد الحق ومقصد الخير كلها تدور في هذين الأمرين كيف نستطيع أن نحقق الهداية بدءاً من تحقيق الحق اللي هو التوحيد وهو أعظم الحق أن نعرف حق الله على العباد والطرف الآخر حق العباد فيما بينهم وهو ما يتعلق بفقه الحياة وفقه المعاش وفقه العمران إلى غير فالجهاد في سبيل الله يأتي لخدمة هذين الغرض كيف تقرر القضايا الحق في الوجود وكيف يقوم الخير في الوجود هذه كمقاصد كلية يعني لو جئنا بعيداً عن تفاصيل وهي إن شاء الله المقاصد لها عموة تفاصيل في محورين أيضاً لكن هذه النظر الكلية للمقاصد السامية ككليات يسعى إليها الإسلام مقصد الحق أو مقصد التوحيد ومقصد العمران أو مقصد الهداية ومقصد الولاية جاء الجهاد في سبيل الله بكل مسمياته لتحقيق هذين الأمرين ثم بعد ذلك سنلاحظ بأن له مقاصد أيضاً تفصيلية ماذا عن هذه المقاصد التفصيلية؟ مثلاً أيضاً أميني لتقسيمها إلى محورين المحور الأول مقاصد على مستوى الأفراد ومقاصد على مستوى الجماعة وللأسف الشديد كثيراً ما يخلط الناس بين المقاصد الفردية والمقاصد الجماعية فمثلاً مقصد الاستشهاد قد يكون من المقاصد التي يسعى إليها الفرد وهي مقاصد شرعية للأفراد لكن قد لا تكون هي مقاصد كلية للجماعة يعني ليست هناك مثلاً أم من الأمم يكون مقصدها الأسمى في الحرب أن تستشهد هي بمجموعها لا على مستوى الأفراد سنلاحظ بأن الجهاد فيه مقصد التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه مقصد طلب رضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة فيه طلب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى ومقامات نيل المقامات عند الله سبحانه وتعالى فيه مقصد أيضاً التمحيص وإصلاح النفوس وما فيها خاصة داخل الجهاد وقيرها أما إذا جئ المحور الآخر المقاصد الكلية للجهاد على مستوى الجماعة سنلاحظ أن أعظم مقصد من هذه المقاصد هو مقصد إقامة الدين ودرع الفتنة أعظم مقصد وقاتلوا في سبي الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمسألة قاتلوا في سبي الله حتى يكون الدين لله وتدرع الفتنة هنا نلاحظ أننا أمام أعظم مقصد من مقاصد الدين بالرغم أن هذا المقصد قد تداخله بعض الإشكالات عند الناس فمثلاً هذا المقصد درع الفتنة تدخل فيه تحرير الإنسانية كلها من أي شكل من أشكال الإكراح المادي والمعنوي الذي يسعى الإسلام مثلاً إلى تحقيقها أن أي قوة تكره البشر على أن يعتقدوا اعتقادات أياً كانت حتى لو كان اعتقاد الحق نفس أياً كان إجبار الناس وإكراههم معدياً ومعنوياً وإلزامهم بالكفر وإلزامهم بالشرك وإلزامهم مثلاً حتى الحق نفسه الله تبارك وتعالى نفى عن دينه أن يكون ديناً يقوم على الإكراح تقوم القناعات فيه على الإكراح يقوم الإيمان فيه على الإكراح فالله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فنلاحظ المستوى الذي لا يمكن أن يداخله الإكراه هو مستوى العقائب فلا يمكن أن تلزم الناس على لكن أرجو المعذرة على المقاطعة دكتور فكرة الجهاد نفسها ألا تنطوي على إكراه عندما يقوم وثلاً جيش المسلمين بمهاجمة دولة مجاورة على سبيل المثال لنشر الدعوة ألا تقوم فكرة الجهاد هنا على الإكراه هي فكرة الجهاد لا تقوم على الإكراه من أولها إلى آخر لكنها تقوم على مبادئ وقيم منها قيمة الحق قد تتحرك القوة لتقرير الحق وليس للإكراه على شيء آخر فكرة الحق هي فكرة مركزية لما قلت أن المقاصد السامية للإسلام هي فكرة الحق وفكرة الخير هاتين الفكرتين هي من الأفكار الأساسية أو الفلسفة الحقيقية التي تحكم الجهاد هي فلسفة الحق وفلسفة الخير فمثلاً الجهاد قد يتحرك مثلاً لإزالة طقيان قائمة على وجه الأرض ثم بعد ذلك بعد أن أزالت السلطة الطاقية التي هي متسلطة على رقاب الناس وحالت دون وصول الحق إلى الناس هنا نلاحظ أن القوة تحجم وتترك المجال للفكر والكلمة والدعوة للناس إلى خضع للسلطان العام أدخل الناس إلى السلطان العام ولكنه ترك لهم الخيار بعد ذلك فيما يعتقدون ليس هناك مثلاً الإكراه على أن يعتقدوا مثلاً الإسلام الذي جاءت به نفس المقاتلة هذا لا يوجد في الإسلام مثلاً في كل الفتوحات الإسلامية الطبقة الفوقية التي تمثل الطغيان تزال وتمثل الباطل تزال ثم بعد ذلك يترك المجال للناس أصحاب الكنيسة يتعبدون في كنيستهم والمسلمون يبنون مساجدهم ويصلون ولكن السلطان الكل هي مسألة إقامة الولاية التي سميتها الولاية السياسية التي تعبر عن مشروع الأمة المسلمة هل ثمت علاقة ما بين الجهاد ونشر الإسلام؟ دعوة إلى الله؟ هو الأصل الأصل أن الدعوة أو الإسلام ينشر بالكلمة وبالحجة وبالبيان لكن إذا وجدنا أن هناك حائل في أنه والله هذا الخطاب يصل إلى الخلق هنا تتدخل القوى هذا التدخل ربما يفهم عند الطرف الآخر بأنه والله أنت استطعت أن تتدخل في مساحات من الأرض والبشر واستخدمت القوى لكن نحن ننظر إليها من زاوية أنه والله نحن أزلنا حواجز وتركنا الناس بعد ذلك في أن يختاروا ما يشاءون من الآديان التي يؤمنون بها وردت آيات كثيرة في الجهاد لكنها لم تقترم بشكل مباشر في معلم دكتور بالقتال لكن وردت آيات أخرى تحضوا على القتال يعني بمعنى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم في الدلالة اللفظ هنا هل سم تفارق بين القتال وبين الجهاد؟ الجهاد القتال جزء أو شيء خاص بإطار الجهاد يعني الجهاد أوسع والقتال أخص القتال مباشرة بالقوة والجهاد أوسع من ذلك يأتي فيه كما ذكرنا مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان لكن بالنسبة للقتال هو استخدام القوة وإزالة كما ذكرت الحواجز لتقف أمام الدعوة لله سبحانه وتعالى طيب في المنظور الإسلامي يا دكتور ما هي فلسفة الجهاد؟ طابع العام لهذه الفلسفة؟ فلسفة دفاعية أم هجومية؟ هو صعب حقيقة أن نختزل المشهد في أنها هجومية أو أنها دفاعية السبب في ذلك لأن الطرف الآخر هو الذي يحدد أن نحن نسلك الأسلوب الهجومي أو نسلك الأسلوب الدفاعي وهذا هو الذي ربما مال إليه محمد الحسن الشيباني في قضايا تقسيم الأرض ما بين مثلا أرض حرب وأرض دار إسلام ودار حرب هذا التقسيم الثنائي الحاض ربما ليس هو المراد عموما قد تكون من تاريخ التجربة الإسلامية والفقه ذهب إلى هذا الاتجاه لكن سنلاحظ بأن ما ذهب إليه مثلا محمد الحسن الشيباني أن الأصل هو الدعوة الأصل هو الدعوة من خلال الموقف من الدعوة يتحدد الموقف بعد ذلك من نوع الجهاد وفلسفة الجهاد فإذا كان أتيحت للناس فرصة الدعوة دون قتال وأنا ذكرت قضية المجتمعات مثلا مجتمع اليمني نموذج في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد له النبي صلى الله عليه وسلم جيوشا لماذا؟ لأنه وجد أنه مجتمع متقبل ومتفهم للدعوة فكان يبعث لهم الرسل مجتمع مثل المجتمع الحبشي الذي فيه النجاشي مجتمع متفهم في أنه يستضيف ويؤوي المسلمين دون أن يتعرض لعقيدتهم هذا المجتمع يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة الموادعة وادعوا الأحباشة مثلا ما وادعوكم ما دام أن هناك موادعة وليس هناك تعرض بل بالعكس هناك استقبال للمسلمين فعلى المسلمين أن يسلكوا معهم غير أسلوب القتال هناك مجتمع ثالث مثلا مجتمع المكي الذي هو يكبت الناس ويتطهضهم ويعذب المؤمنين ويفتنهم هنا سنلاحظ منطق مختلف فهنا سيستخدم القتال ويجرد الجيوش وهناك سيرسل معاز ويرسل أبو موسى الأشعري وينصحهم النبي عليه الصلاة والسلام بل والنبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع اليمني ذكر مسألة مهمة جدا وجدتها في بعض الأحاديث مثلا في حديث عروض من الزبير مثلا يقول ومن كان يهوديا على يهوديته أو نصراني على نصرانيتي فلا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيتي فهنا مصطلح الفتنة استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإكراه يجب أن لا يكون هناك يهودي يكره على اعتناق ما لا يرى وليس هناك مجال لأن يكره النصراني أيضا على اعتناق ما لا يرى وبالتالي حتى لا تكون فتنة أي رفع كل الحواجز بحيث والله الخطاب يفسط للناس وليس هناك جهة من الجهات سياسيا تكره الناس على اعتناق اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأبياء طيب كيف يمكن التوفيق بين هذه الحقيقة التي قررتها دكتور أنه لا يمكن إكراه الناس على اعتناق الفكرة ما حتى لو كانت هذه الفكرة حقا من منظور إسلامي كيف يمكن التوفيق بين هذه الفكرة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ترضو اليهود والنصارى من جزيرة العرب أنه ثم تمن يحتج على هذا القول بأن الإسلام يكره الناس على اعتناقه وتحديدا في عاصمة الإسلام في الحجاز هناك أو الخروج من هذه الديار هي يعني عموما كل الفلسفات الموجودة في الحياة تجد أن أحيانا يكون لها نطاق مكاني تعتبره أرضا حراما أو أرض انطلاق وهذا ليس فيه عيب ليس فيه ما يعاب أن تكون هناك مساحة من الأرض تعتبر أرض انطلاق وأرض بقاء وأرض ما يمكن أن نعبر عليه سياسيا وجوديا أن الإسلام يرتبط بهذه الأرض ومع ذلك ليس هناك مشكلة ومثلا أنه يتعامل مع المجتمع في الجزيرة العربية بهذا النص النبوي وهو أنه أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأن بقاءهم وجوديا سيهدد بقاء النظام الإسلامي في منطقة الوجود لأن الله تبارك وتعالى لما قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين جعل هناك مرتكزات لثلاثة من الأديان انطلقت منها الطور موسى عليه السلام الزيتون عيسى عليه السلام البلد الأمين اللي مكة المكرمة وما حولها بالنسبة لرسالة الإسلامية فهي أرض الانطلاق وارتبطت المكان بهذه الأرض وبالتالي تم التعامل معها على أنها النظر إليها بأن المزاحمة فيها وخاصة التجربة أثبتت أن المزاحمة الدينية فيها أثبتت بأنها كانت تهدد بمخاطر وجودية للوجود الإسلامي خاصة فيما حصل في المدينة المنورة ولكن ما عدا ذلك سنجد أن الإسلام تعامل مع كل المكونات وخاصة في الشام وفي العراق وفي غيرها من المواقع تعامل بأن الوجود متاح لكل الأرض لأن حالة الأقليات ربما في صدر الإسلام كانت تشكل تهديدا وجوديا على فكرة الإسلام نفسه نعم طيب دكتور أنا سألتك قبل قليل عن الفلسفة الكامنة وراء الجهاد إذا ما كانت هجومية أم دفاعية أردت من هذا السؤال الوصول معك إلى تقرير على الأقل في هذه الحلقة إذا ما كان الجهاد هو حالة مؤقتة حكما طارئا أم أنه ضرورة دائمة هو باعتبار أن الوجود البشري في الحياة كله قائم على أساس المدافعة وليس على شيء آخر يعني سنلاحظ بغض النظر عن رسالة الإسلامية حتى في المواقع الأخرى التي ليس فيها وجود للمسلمين أو وجود إسلام ستلاحظ بأنه يقوم على فكرة المدافعة وفلسفة المدافعة والحياة كلها ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض فلولا مدافعة أهل العدل لأهل الظلم ومدافعة أهل الإيمان لأهل الكفر ومدافعة أهل الباطل لأهل الباطل لمستقامت الحياة وبالتالي فكرة المجاهدة وفكرة الجهاد في أساسها هي فكرة تنطبق مع فلسفة الوجود يعني فلسفة الوجود البشري في الأرض قائمة عليها أيضا فكرة الجهاد ولكنه على أساس تبني فكرة الحق في مقابل فكرة الباطل التي على رأسها إبليس منذ اللحظة الأولى التي طرح فيها أنه سيكون عدوا للإنسان وأنه سيطرح إفسادا للإنسان وإخراجه عن دائرة الحق ويقعد له على الصراط المستقيم فأنت أمام فلسفة إبليسية تقوم على فلسفة شيطانية تقوم على الباطل وعلى نشر الفواحش وعلى نشر البقي وفلسفة رحمانية تقوم على الحق وعلى الخير وعلى نشر ما هو صلاح وما هو مصلح في هذه الحياة وبالتالي ستظل حالة الجهاد حالة مستمرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يشير إلى لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال فالجهاد مستمر لأن الطرف الآخر أيضا سيظل موجودا في هذه البسيطة وما دام أن هناك باطل يسعى لأن يسود على الحق فسيظل هناك حق يدافع عن وجوده وعن بقائه هذا الحديث مهم جدا في علاقته بموضوع الجهاد دكتور يعني عندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام العلاقة هنا بين هذا الحديث أو بين هذا الحق وبين الجهاد الجهاد المقصود هنا الذي ضمنته في معنى هذا الحديث هو الجهاد القتالي أم جهاد النفس أم جهاد الشهوات أم جهاد الأهواء أم جهاد الشيطان أي نوع من الجهاد ورد في هذا الحديث تحديدا حديث الطائفة في أكثر من رواية ورد فيه أنه المراد به هو جهاد القتال جهاد القتال لأنه قال على الحق يقاتلون تحديدا في بعض الروايات جاءت فاستمرارية الجهاد بمعناه القتالي سيظل مستمرا في الأمة إلى قيام الساعة ولا يتوقف سواء كان أخذ بعد الطائفة أنه هناك طائفة تقوم به أو أخذ بعد الأمة كأمة بمجموعها هنا له علاقة أيضاً بضعف الأمة وقوتها فأحياناً عندما تقوم هناك دولة مركزية للأمة أو ما نسميه نحن بدولة الخلافة للأمة سيقوم بالجهاد الدولة وستقوم الأمة بمجموعها بهذا الجهاد عندما يحصل نوع من الانهيارات في الأمة سواء في بعض أجزائها أو على مستوى الأمة بمجموعها يحصل انهيار فتتولى طائفة من الناس هذا النوع من القتال وغالباً جهاد الطائفة هو جهاداً دفاعياً وليس جهاداً جهاد بمعنى الفتح لو تعاملنا مع المسألة فتح ودفع سنلاحظ أن جهاد الطائفة وجهاد دفع تدفع عن الأمة ما يريد إليها من أعدائها وهذا أخذت إلى موضوع مهم حقيقة أرجو أن تفصل فيه دكتور يعني الجهاد كثير من العلماء الكبار الفقهاء الكبار في صدر الإسلام وحتى بعد ذلك قالوا إن الجهاد حكم سلطاني قضية متعلقة بالإمام بالخليفة انطلاقاً من هذا القول هل يمكن لطائفة معينة أن تطلق الجهاد أن تقيم الجهاد وأن تقاتل على أساس الجهاد في سبيل الله هو حقيقة المسألة يعني حساسة جداً يعني لو تعاملنا معها بأن الأمة في حالة وجود إمامها فالجهاد يرتبط به كما أن الجهاد ارتبط بمجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما قبلها كان قفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لم يكن هناك مجال يعني ارتبط تاريخياً على الأقل في الإسلام ارتبط بوجود السلطان ووجود الإمام ووجود النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عام وبدأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بالجهاد وظل المسلمون على هذا الوضع ظلت قضية الجهاد مرتبطة بسلطان الأمة لكن لما يحصل انهيار في الأمة كما هو الحال بعد سقوط الخلافة ويحصل نوع من النفوذ الأجنبي والاحتلال على بلدان المسلمين أو يكون هناك بلد من البلدان يحصل عليه مثلاً احتلال هنا لا يمكن أن نتحدث عن انتظار الإمام كما تذهب بعض الطوائف بأن الأمور كلها تتعطل حتى يقول لا ستظل هناك لماذا؟ لأن الإمام فرع الأمة والأحكام الشرعية معظمها متعلقة بالأمة بمجموعها فإذا ما سقط الإمام وسقطت السلطة السياسية أنيطت أحكام الشريعة كلها بالأمة وبالتالي الأمة موجودة في أرضها وموجودة في مواقعها وموجودة في بلدانها عليها أن تقوم بالأحكام الشرعية بحسب الإمكان فمن استطاع منهم أن يجاهد في دفع الكافرين الذين مثلاً سطوا على بلاد المسلمين أو احتلوا دياراً هذا أيضاً يعني يقوم به شعب من الشعوب إذا كان هناك هجم على ثقر من الثقور تقوم به طائفة من الطوائف مثلاً لتدفع على الكافرين فعلى كلنا المسألة لها علاقة إذا كان هناك سلطان قائم فالأحكام منوطة به لم يكن هناك سلطان قائم فالأمة بمجموعها وبطوائفها منوط بها هذا الحكم كلام جميل ومهم دكتور كيف إذا غاب السلطان وغاب الإمام كيف يمكن أن يحسب للمجاهد أو المسلم الذي يريد أن يجاهد ويقاتل جهاد دفع هنا دفع الاحتلال عن بلاده كيف يحسب له الجهاد بحيث تكون هناك مثلاً راية واضحة هدف واضح غاية واضحة كيف لا يضيع مثلاً لا تضيع حياته هباء ويحسب له الجهاد في النهاية وحقيقة الإشكال عملياً على الأقل في واقعنا الراهن سنلاحظ بأن اليهاد الذي له تعلق بالعضوان الخارجي واحتلال ديار المسلمين لا يكاد العلماء ولا الشعوب تختلف في حق المدافعة لا تكاد تختلف الشعوب فمثلاً الاحتلال الأمريكا على العراق في فترة من فترات لم تكن الأمة يكون فيها مشكلة في أن هذا المحتل الذي غزى دار من ديار المسلمين كل الطوائف وكل الأفراد حتى يتعين على الرجل وعلى المرأة وعلى كل الطوائف من حقها أن تدافع فهنا ليس هناك مشكلة بهذا النوع من القتاة لم أقصد أن الجانب الثاني وإنما هذه ما عانيته أقصد هل ينبغي أن يحمل المجاهد أو المسلم الذي يدافع الأمريكيين يدافع المحتلين يدافع الغزاة هل ينبغي أن يحمل نية محدثة في ذهنه أم فقط مجرد طرد الغزاة من بلادنا هو طرد الغزاة في ذاته حتى بعيداً عن نواه أو لم ينوي ما دام أنه مسلم وهجم عليه العدو وقام هذا المسلم بفطرته حمل سلاحه وقاوم فهو إن شاء الله مجاهد فإن قتل فهو شهيد ليس هناك مشكلة في هذا الجانب لكن هنا نلاحظ طبعاً بعض المجموعات الأسف الشديد وهي تقاوم المحتل تتحول من جهات شعب أو جهات أمة إلى تحويله إلى جهات فصائلي ويدخل الأيدولوجيا هنا فيه وهذا أخطر ما يواجه في تقديري جهات الدفع أخطر ما يواجهه في ديارة المسلمين أن نحوله من جهات شعب وأمة إلى جهات فصائلي سبقتني إلى السؤال الذي كنت قبل أن أذهب إلى الفاصل وهو السؤال الأخير في هذا المحور أريد أن أسألك إياه كيف ضبطت الشريعة الجهاد بحيث لا يستثمره جماعة معينة أو حزب معين أو سلطان معين أو أمير معين لصالحه بحيث يحقق مصالح ضيقة خلاف ما سعت الشريعة إلى تحقيقه من وراء هذه الجهاد ما الضوابط هنا لكي يكون جهاداً ترضى عنه الشريعة أحسنت دعني أقول نختصرها في أمرنا إذا كان الجهاد جهاد دفع فعلى المجاهد أن يكون هدفه الأساسي دفع الكافرين دفع الكافرين ثم تمكين المسلمين في أن يحكموا أنفسهم لأن الأمر أمره يعني يجب الفصيل الذي يجاهد للمحتل أن لا يكون في تفكيره أن يكون هو من يحكم هذا الشعب لكن عليه أن يفكر في أنه يمكن الشعب من أن يحكم نفسه حتى لو كان هذا الشعب يغلب عليه مثلاً الجهل والإتيان بمبدأ يتعرض مع الإسلام في حكمهم مهما كان نعم نحن للأسف الشديد يعني للأسف الشديد مصطلحات مثل مصطلح الرعاة ومصطلح هذه المصطلحات أوحت إلى الناس بأن هناك نقبة من الناس عليها أن تتحكم في المشهد السياسي وفي رسم مستقبل شعب بعينه لا الإسلام كما أنه خاطبهم بالصلاة وخاطبهم بالصيام وخاطبهم بالحج وخاطبهم بالجهاد وخاطبهم بالشورى خاطبهم كلهم خاطبهم بالشورى أنت مهمتك على الأقل كمسلم تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أن لا تستصحب معك إرادة العلو على خلق الله وخاصة المسلمين عليك أن تتيح لهم الفرصة في أن يقيموا نظامهم بالشكل الذي يريدون الأمر الثاني أيضا أن تستصحب معك هذه الحاضنة الشعبية في أداءك الجهادي يعني أن لا تتحول المجموعة الجهادية أو الطائفة المجاهدة أن لا تتحول إلى طائفة معزولة على المجتمع وتريد على الأقل أن تجعل من المجتمع شيء وتجعل من الجماعة شيء آخر بحيث يتحول في النهاية المجتمع إلى مجتمع قير متجاوب مع الحالة الجهادية كلام جميل دكتور قبل أن نذهب إلى الفاصل الموضوع هنا وصلنا إلى نبطة مثيرة حقيقة يعني المجاهدون مطالبون بأن يدفعوا الصائل يدفعوا الكافر يدفعوا الغازي عن بلادهم ثم يمكنوا الشعب من حكم نفسه بنفسه بالطريقة التي يراها مناسبة طيب الجهاد هنا يقومون المجاهدون بالجهاد لأنه فرض رباني لأنه أمر من الله أليس الأمر من الله أيضا بإنفاذ أحكام الشريعة في المكان الذي طهروه من الكافرين أو من الغزاة أيضا؟ هو على كل هنا تأتيك إشكاليتين يعني الإشكالية الأولى في أرض الحرب هل تقام قضايا الحدود أو لا تقام هي حتما ليس فقط الحدود وإن أحكام الشريعة أحكام الشريعة الأصل أن المجتمع المسلم إذا أتيحت فيه الفرصة للمسلمين فمرجعيتهم الشريعة هذه لا نزاع فيها أين يأتي الإشكال؟ سيأتي الإشكال في مسألة الولايات السياسية نحن نقول بأن الولايات السياسية أتيح للناس الفرصة يعني عندك في موضوع الشريعة الإسلامي عندك أمرين المرجعية الدينية أو التشريعية هذه الإسلام لا ينازع فيها أحد فالهي مجاعت القرآن ومجاعت السنة وهنا يمكن للطائفة المؤمنة المجاهدة أن تكون حامية لهذا الاتجاه بأن والله تنفيذ أحكام الشريعة وتنفيذ أحكام الدين هذا يجب أن لا ينازع فيه في وسط على الأقل شعب مسلم لكن تأتي الإشكالية الثانية وهي الولايات السياسية هل تفرضها الجماعة أم أنها تجعل هذا الشعب المسلم يختار من يمثله في حكم نفسه بنفسه حتى لو اختار هذا الشعب غلب على ظن هذه الجماعة أن هذا الشعب سيختار من يحكم خلاف مقاصد الشريعة طبعا أنا أنقل لك هذه أسئلة موجودة في الشارع المسلم نعم نعم هنا طبعا نحن نقرر قاعدة دستورية تنظمها قوانين القاعدة الدستورية أمرهم شورى بينهم القاعدة الدستورية أن المسلمين يختارون من يحكمهم وليس المسلمين فقط كل الدنيا يجب أن والله لا تكون هناك فئة من البشر تكره الناس على قيادة شخص بعينه فالمسلمين الولايات السياسية عندهم مثلا تتفرع عن الولايات الإيمانية أنا لا أريد أن أفصل كثيرا الولايات الإيمانية بمعنى وجود مجتمع مؤمن تنبع عنه ولاية سياسية مؤمنة المجموعة المجاهدة مهمتها إقامة الولاية السياسية وحراستها وحمايتها ثم ضع بعد ذلك الشروط التي قرّضت مثلا في الفقه لقضية من يحكم فهنا تأثي القوانين من هو الشخص الذي مثلا يقود البلد من هو الذي يقدم للرئاسة من هو كذا هنا تأثي التفاصيل وما عندنا مشكلة كل البلدان عندها شروط وعندها ضوابط وعندها كذا لكن في نهاية المطاف وفق هذه الشروط علينا ألا نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أو حتى يكونوا أيضا في السياسة يعني مكرهين على نعم وهذا ربما نفصل فيه في موضوع آخر في حلقة مقبلة لكن يجب أن نفصل ثم نكمل ما تبقى من الحلقة نتوقف مع فصل الأخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من زمن الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الفاضلين والحديث دائما مع دكتور حسان سلمان ورحب بكم مرة أحرى دكتور أهلا وسهلا في الجزء الأخير من هذه الحلقة قد يسأل سائل متدبر متفكر مراقب متابع لحال هذه الأمة يعني كيف لأمة يحوي دستورها وهو القرآن هذه الفلسفة هذا المفهوم الجهادي بما ينطوي عليه من طاقة حركية جبارة وقدرة فذة على التغيير والحركية كيف يمكن لهذه الأمة تحمل هذا المفهوم القوي هذا الدافع القوي أن يكون حالها كحالها اليوم في ذيل الأمم تتذوق صنوفا من العذاب والهوان ربما هي في ذيل الأمم حقيقة يعني كيف يتفق وجود هذا المصطلح والمفهوم مع هذه الحال هنا في أمرين أساسيين في تقديري يعني تسببا في ما نحن فيه على الأقل واقع الأمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه هو الانتقال السياسي بشكل عام من نبوة إلى خلافة راشدة إلى ملك عضود إلى ملك جبري أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه سيقع في هذه الأمة وينتقل الوضع بهذه الصورة ولكن حصل تاريخيا في تقديري في الأمة المسلمة يعني خلل في أمرين أساسيين الأمر الأول في تطوير ما يمكن أن نسميه بالبناء السياسي والدستوري في الأمة كيف نستطيع بلورت على الأقر رؤية لما يتعلق بتحقيق المشاركة السياسية في مجموعة الأمة بمختلف اتجاهاتها ومكوناتها فنتجنب فكرة الإقصاء والهيمنة مثلا لمكونات من المكونات أو فئة من الفئات ونحقق مفهوم أن الأمر شورى بين المسلمين عن مستوى النظام السياسي وهذا حقيقة يمكن تناولها عدد من الكتاب فيما يتعلق بأزمات الأمة السياسية وأزمات الأمة الدستورية عموما هذا إشكال على كل ما حصل فيه مع أن الأمة أيضا لم تكن في تاريخها أيضا لم تجتهد لا قدمت هناك العديد من الاجتهادات فيما يتعلق بالدولة العباسية والدولة العثمانية قدمت عدد من المعالجات ولكنها ظلت أيضا في إطار فكرة الحالة التي تعبر عن مجموعة مثلا أن تكون الدولة زال صبقة سياسيا على الأقل على مستوى القمة أموية عباسية عثمانية هذه الفكرة على كل ظلت مع الإشكال مع أن في داخلها حصل هناك تطوير إلى حد كبير خاصة لمن يتدبر واقع الدولة العباسية وواقع الدولة العثمانية سنلاحظ بأن فكرة التطور داخل النظام السياسي أخذت مناحي كثيرة جدا إلى أن وصلنا أخيرا في الدولة العثمانية كما يعرف بالمبعوثان ونظام البرلمان وكذا على كل تطور ولكن هذه واحدة من الإشكالات كان في إشكالية سياسية كيف نستطيع أن نجعل من الأمة بكاملها تندمج في النظام السياسي وتكون جزء منه وتدافع عنه ونسد المنافذ عن الخارج في حيث أن لا يستفيد من الثقرات المتعلقة بالأقليات ومتعلقة كذلك بالمجموعات القومية التي ربما محتقنة نتيجة المظالم السياسي هذا جانب المجال الثاني وهو أخطر في تقديري من الأول وهو حصل تخلف ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا على وجه التحديد حصلت طفرة مثلا في أوروبا وحصل تخلف في الحالة الإسلامية فظل هناك فارق التكنولوجيا وفارق التقنية مثلا أدى إلى أن الغرب يتطور إلى حد كبير فيما يتعلق بالتسليح والتصنيع وحصل تراجع بالنسبة للأمة ثم يقول أن هذا التخلف المادي أو البنية الفوقية هو سبب نتيجة للتخلف في الجانب العقدي والإيماني عند المسلمين إلى أي مدى يمكن أن توافق على هذا الأمر؟ هي على كل يمكن أن تكون مترابطة لكن يمكن أنا في تقديري هي في تقديري هناك الكثير من الأمم كافرة مثلا كافرة ولكنها استطاعت أن تؤسس للنظم إلى حد كبير استفادت من الطرحات فيما يتعلق بالفقه الراشد أو الأحكام الراشدة وأقامت ما يعرف اليوم بنظام الحوكمة والحكم الرشيد ففي تقدير المسلمين نعم قد تكون هناك مشكلات تربوية مشكلات عقدية مشكلات كذا لكن ستلاحظ بأن إلى حد كبير النظام السياسي له دور كبير جدا فيما يتعلق بهذا الاتجاه وكذلك البنية اللي هو اهتمين بالعلوم على الأقل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية علوم الفقه على وجه التحديد وعلوم العلوم لكن لم نهتم بالعلوم الأخرى لما يتعلق بعمل تطبيقية بحيث والله نستطيع أن نتطور في هذا الاتجاه وخاصة فيما يتعلق بالتسليح وما يتعلق به ثم بعد ذلك حصل هذا الانهيار الكبير اللي هو سقوط الدولة العثمانية وسقوط ما يعرف الآن بالدولة المركزية وأي حضارة تفقد دولتها المركزية تتعرض لما نحن فيه وبالتالي طبيعي جدا أننا نحن لمدة مئة سنة تقريبا نحن تحت السيطرة والنفوز والاحتلال المباشر حتى وإن قيمت لنا دول من خلال ساكس لكننا سنلاحظ بأننا نحن دول تحت الاحتلال ونحتاج إلى أن نتخلص من الاستبداد ونتخلص من الاحتلال في ذات الوقت لا فضفوك أشكرك على هذه المشاركة الضافية دكتور حسن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفية الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إيرتريا شكرا لكم أنتم مشاهدين الفاضلين في حراسة الله ورعايته شكرا لكم